وفي لقاء خاص أجراه الأمين العام لجامعة دول العربية أحمد أبو الغيط اليوم في تلفزيون دولة الكويت أكد شكره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لاستضافته وحضوره المؤتمر ووقوفه بجانب القضية الفلسطينية وأضاف أبو الغيط خلال اللقاء أن المؤتمر ما هو إلا رسالة موجهة للعالم لتسلط الضوء على معاناة الطفل الفلسطيني والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الطفل الإنسان يستشعر الكثير من الشكر لدولة الكويت لاستضافتها لهذا المؤتمر وليه سمو الأمير شخصيا لأنه رعى هذا المؤتمر وحضر ليه افتتاحه الكويت يعني يشهد لها بكل المواقف الإيجابية القوية وتستجيب لما يطلب منها ويطلب منها الكثير وهي تستجيب بالكثير من الأداء المحترم اللي فيه كده كرم عربي أصيل الكويت داعمة تماما لكل القضايا العربية والقضايا الفلسطينية والجامعة العربية مؤتمر زوء أهمية كبيرة للغاية لأنه أطفال فلسطين بيعانون معاناة كشفتها أو كشفها الفيلم اللي النهاردة في أثناء افتتاح المؤتمر عرد وهو فيلم حزين لمأساة الطفل الفلسطيني أيضا هناك معرض للصور الأطفال الفلسطينيين وهم يعانون تحت الاحتلال سوء المعاملة الإمساج بهم ضربهم بالرصاص تقدمهم للمحاكمات سجنهم فهي رسالة للعالم أنه يجب أنه العالم يتنبه للمعاناة لهذا الطفل خصوصا في كافة الكلمات التي قيلت صباح اليوم كانت تتحدث عن الاتفاقية الدولية للطفل وحول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستيديو المحلل السياسي الأستاذ فهد عبد العزيز المسعود لتسليط الضوء على أهمية هذا المؤتمر أهلا بك أستاذ فهد بداية ما الأهمية السياسية والقانونية لهذا المؤتمر على مستوى الطفل الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي بسم الله الرحمن الرحيم لا شك يأتي هذا المؤتمر في ظل تحديات كثيرة يواجهها الشعب الفلسطيني ولا سيما الطفل الفلسطيني وبالتالي الكويت في هذا المؤتمر الإنساني الذي يهدف إلى تخفيف المعاناة عن الطفل الفلسطيني بعد مبادرة يعد مبادرة جديدة تضاف إلى سجل الكويت الحافل بالمبادرات الإنسانية والسياسية فبالتالي لما يأتي هذا المؤتمر في ظل رعاية كويتية وبالتنسيق مع منظمات دولية كما جاء على الدول العربية ومنظمات حق الإنسان الدولية هذا لا شك يأتي أهمية كبيرة سياسية وإنسانية ودعم كبير وتسيط الضوء على هذه القضية قضية المعاناة الطفل الفلسطيني داخل الفلسطين المحتلة تحتضل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين نعم موقف الكويت الثابت والدعم دائما للقضية الفلسطينية تعجز من خلال هذا المؤتمر ما الذي تستحضره من مواقف لدولة الكويت إذا القضية الفلسطينية نعم الكويت منذ عقود تقريبا أكثر من سبع عقود والكويت داعمة ومستمرة ولا زالت لهذه القضية قضية فلسطين وهي على رأس أولياتها لكويت فبالتالي استعرضنا أهم الأحداث وأبرز الأحداث في خلال فترة هذه التي تدد إلى أكثر من سبع عقود فنجد أن الكويت في الستينات من القرن الماضي بادرت وأسست هنا ما يسمى بالمجلس الفلسطيني التأسيسي الأول والانطلاق الأولى لشرح القضية الفلسطينية كذلك تأسست هنا في الكويت في الستينات منظمة التحرير الفلسطينية داخل دول كويت كذلك من أبرز الأحداث التي الكويت دعمت فيها القضية الفلسطينية ما يسمى بالانتفاضة الأولى في عام 1987 عندما الكويت شجبت هذه المعاناة من قبل الشعب الفلسطيني وعلى سيم الأطفال الفلسطينيين في ظل الاحتلال ومسمى الأطفال الحجارة ودعم مادي وليجستي كذلك في هذا الحدث التاريخ المهم كذلك في سنة 2000 الانتفاضة الثانية كذلك أرسلت غواف الإغاثة وأرسلت كذلك مواند غذائية وصحية للشعب الفلسطيني ولا يسيمها كذلك للأطفال الفلسطينيين فبالتالي الكويت لا زالت هي التي تبادر دائما في دعم القضية الفلسطينية سواء على المستوى السياسي في المحافل الدولية وحتى على المستوى الإنساني من خلال مؤسسات الحكومية والأهلية داخل دول الكويت طيب من المتوقع أن يخرج به هذا المؤتمر من توصيات وكيف يتم تفعيل هذه التوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر طبعا نتذكر الآن على السريع المحاور أهم أبرز المحاور التي ستناقش في هذا المؤتمر وهي طبعا يتكلم عن واقع الطفل الفلسطيني في ظل القانون الدولي ومنظمات حق الإنسان ومن ثم يتكلمون كذلك عن دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حق الطفل الفلسطيني وكذلك الأوضاع التعليمية والصحية والنفسية التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيين وعلى سما القابعين في سجون الاحتلال كمعتغلين أو كأسرة وكذلك الحماية القانونية للأطفال الفلسطينيين لذلك هذه المحاور ستأتي بآليات بمعالجة هذه القضية وإيجاد الحلول الناجعة التي تظن واقع أفضل للأطفال الفلسطينيين وأعتقد في نهاية المؤتمر سيكون هناك توصيات من أهمها وأبرزها ومتوقع إنشاء صندوق خيري مالي لدعم الأطفال الفلسطينيين تحت مظلة جامعة الدول العربية المحلل السياسي الأستاذ فهد عبدالعزيز المسعود شكرا لك شكرا شكرا شكرا